بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله طلبة وطلبات الفقه الاولى طب بطريق جماعة السيوت اتمنى مرة يكون الصوت اعلى شوية ان شاء الله اكلمكم عن مالجمينت او شيب اند جوت في البداية هناخد ايه هي المميزات بتاع التربية الخرفان او تربية الجوت اللي هي المعز اولا في تربية الخرفان او تربية الجوت السومور رومنانت وخصوصا الشيب عشان الشيب اللي بتتربب باعداد كبيرة قال لك انه هو سويتابول فارم انبل فورج ريزنج او بمعنى كده بالمعنى العام انه هو حيوان اساسا حيوان راعي بيأكل اي حاجة تمام بيقدر يعيش في اي بيئة حاجة التانية انه هو سوبر انيمال معناه انه هو حيوان كاسح كلنا او معظمنا بنشوف الخلفان اللي هي او خلفان الراعي اللي هي ممكن تخش في الزبالة كي بتختار الحاجات المفيدة ليها وممكن تاكلها حاجة التانية فيها او التالتة ليها معناه انه هو عنده قدرة كبيرة جدا على تحويل اي شيء بسيط الى الحوم حاجة التالتة انه هو ممكن او الربعة او الخمسة انت ممكن تربيه الاكتر من هدف ممكن تربيه لانتاج اللبن زي الماعز وبعض الناس بتشرب اللبن بتاع الغنم او تربيه لانتاج الصوف وعارفين ان الصوف بيخش في الملابسة القطنية كلها او اما بالنسبة لالماعز بانتاج اللبن او انتاج الشعر بيضافة الى انتاج الجلود الحاجة اللي بعد كده انه هي رابد منيجين انه هو الدورة الحاجة بتاعته من اربعة سيطة الشهور دورة الحاجة سريعة الحاجة اللي تهمين هناك بتوع منيجمنت انه هو المانيجمنت بتاعهم سهل او الرعاية بتاعتهم سهل عشان هي المانيجمنت بتاعهم كل اكتف مش انديفيدو المعناه ان انت ممكن ترعى قطيع كبير تمام مترعاش واحد بس يبا لو ايه هي المميزات بتاع تربية الاغنام نرجحها مع بعض تربية الاغنام سوبة الانيمال تاكل اي حاجة المانيجمنت بتاعهم كل اكتف مش انديفيدوال الدورة الحاجة بتاعتهم او دورة التربية بتاعتهم مصغيرة جدا ممكن رابده اكتر من هدف طيب متعودين دايما في كلك الفاصيلة بناخد common use the term او common use the name او اسماية الشائعة هنقول انه هو الزكر النام اسمه رام الفيميل اسمه يو اللي ابن بتاعهم الصغير اسمه لام اما ذكر الماعز اسمه باك والصغيرة اسمها الشيب جوت او سوري الفيميل اسمها الشيب جوت والابن الصغير اسمه كد تاني يو ولام لام الشيب جوت باك كده او انت رجحت شوية كده وتذكرت عملنا ازاي ايدي انتفيكيشن في الهورس خدنا حاجات كتير جدا مبال في انتفيكيشن في الهورس ولكن انتفيكيشن فيه الشيب حاجة تاني اما الانديفيدوال اما كوليكتف كوليكتف معناه ان انا عندي قطيع كبير جدا من الاغنام اعيز اميزه عن القطيع التاني اللي جنبيه برضو من الاغنام يعني في الكوليكتف بعمل تمييز ما بين قطيع وقطيع هنلمثيلها كافريج الكورة الفريج الكورة ده اللابس تيشيرت ابيض وفنيلة حمراء ده تتسنى لابس تيشيرت ابيض وفنيلة بيضة فمعنى كده انه هو ايه ممكن يؤدي لون على ظهر القطيع كله بنفس اللون والقطيع التاني ياخد لون تاني او داخل القطيع نفسه ممكن نعمل اندفيدوال ان هو ممكن يبواخد نفس اللون الأحمر او الازرق او 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 وممكن يؤدي الحيوان ايرتاني نحاول بقدر المستطاع نوضح لك بعض النقاط اللي ممكن تبقى صعبة عليك انت لتوصل معي على الفيس او على الواتس وتجرى دول او ممكن تجرى دي هنا او تجرى في المذاكرة المهم تستفيد معلومة علمية تبقى سهلة بالنسبة لك لو اتكرمنا بعد كده على البريدز في حاجة اسمها الفورن بريدز في الشيب والجوت وفي حاجة اسمها الاجيب شام بريد موجود تبقى ن zasad reasonable مجاione على الاثرابي بصوار المهم في الشيب و مطبقول المهم ب hoş في الفورن بريدز من الاجيب تستعمل اكثر لانتاج الصوف و اللبن sign потреб ما يرغب الشيب فكانت لكنها نظ oso هل يساعد كام رمال هيا حتى ماتيد North بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله طلبات وطلبات الفرقة الاولى طب بغطر جماعة الصوت اتمنى من رضي يكون الصوت اعلى شوية ان شاء الله اكلمكم عن مالجمينت او شيب ان دو جوك اما الاجيب شامبريدز او مش هنتكلم عنا الاوزان والالوان وفيه جرون ولا ما فيهش معظم الخلفان فيها جرون من عدد السوداني هنتكلم بس على مجزة الاختلافات 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 قال لك القسيمي ده ميديم سايد برضو ما كسبناش حاجة اللي يهمك ان الرحمني اكبر واحد اكبر سورة موجودة في مصر والحاجة التانية اللي انت ممكن تعرفها ان انت في شكل الشيب شكل او الشيب بتاع التيل القسيمي ماشي قال لك التيل بتاعته هيبقى كيرفت لفوق ومبططة من الداخل زي الصورة اللي تحت نهاية الديل موجودة ما بين الفاتي تيل الرحمني قال لك هاخد نهاية الديل ده بياخد حارف اس شيب تمام عايز تخش على الجوجل وتجيب الصور بتاعتها وتفحصها عشان تبعرفين بعد كده فيه فلاحة وفيه سوداني يهمين ان الفلاحة اصغر بريد اصغر سلالة موجودة في مصر هي الفلاحة اللي يهمك جدا في الفلاحة ان هو اديل بتاعها طويل معدي منطقة الهوك اما السوداني اقرب لشكل المأزع معلش يصوف تعريبا خالص هو الوبر بتاعه قليل ويدل بتاعه وصل الارض معايا هادي التيل وصل الارض التيل معدي الهوك اما الدندراوي او اسمه الدرناوي او البرقي دندراوي ده نعم السلالة من سلالة الدندراوي ده اسمه البرقي او الدرناوي ده اساسا جاي من ليبيا دال بتاعه في زي اول اول تيل خالص بتاعه في تابرنج في الديل ولكن الي هو مش معاد الهوك ده الوقتي قبل من خلطها على السلايد اللي بعديه انت حاسز انت ضعطي مني طبع ها مطلوب منك ايه مطلوب منك ايه هم الاجيب شام بريدز اوف шيب قولنا خمسة سوداني فلاحة مسيمي رحماني برقي او ديرناوي طيب السوداني قلنا اشبه للمعزة والديل بتاعه طويل ممكن نصر الارض الفلاحي حجمها صغير والديل بتاعه معدي مسحوب لغاية اعلى الهوك اما الدرناوي او البركي الديل بتاعه في زي الاسي شيب او زي التابرينج في الفيشر نزل لتحت وفيه بعد كله الاسيما والرحماني قلنا الرحماني اكبر حجم والصورة عندك والاسيما الحجم الاسيما والرحماني حجمه كبير يهمك ايه يهمك انت تمديب الصور من الجوجل وتشوفها ان شاء الله تتعرف عليها حاجة اللي بعد كده اللي هي البريرينج اوفشيب هندو جوت اللي باخدنا ليه او ايه مميزات تربية الاغنام ايه هي الاسماء الشاعر يهم الفصائل بريدز نقولنا فصائل فورن بريد او الديبشين بريد لو ربنا كرمك ان شاء الله وجاف الامتحان ايه هي الديبشين بريدز اوفشيب ممكن يكفينا رسمة التيل بس او الكمبرت في مناحة التيل طيب البريرينج اوفشيب اندو جوت قلنا هوا الفرق بين البيو بارتي والماتيوريتي قلنا هذي في المير لو انت فاكر ايج او بيو بارتي من خمسة لسبح شهور في الرام او الرام لام ايج او بيو بارتي من خمسة لسبح في الرام او الرام لازم تحفظها لازم تحفظها لازم تعرفها او الرام في الرام من خمسة لسبح في اليو من تمانية لعشرة في ميل جوت تمانية ويك ميل جوت اربع شهور طب نحفظها الزعي خليك الشيب نبدأ بالصغير الكبير الكبير نبدأ بالصغير الكبير الجوت الفيميل تمانية ويك اللي هي تقريبا شهرين الميل أربعة الميل رام خمسة لسبعة الفيميل تمانية العشر منص الفيميل جوت شهرين الميل جوت أربعة الميل شيب اللي هو الرام من خمسة لسبعة الفيميل اللي هي اليوم من ثمانية العشر شهور سهلة في الحفظ ولكن يفضل مدخل شدول تزاوج غير عنده عمر سنة ونص ليه قلنا ايه الفرق بين الاجيوب بيوباريتي والاجيوب ماتورتي قبل كده طيب الحاجة اللي بعد كده عدد الرام اللي بيتحط مع اليوم في القطيع بيتوقف على السن وبتوقف على الوزن وبتوقف على البريد ولكن في العموم الرام الكبير سنا ممكن يتحط مع ثلاثين او من خمسة وثلاثين لخمسين يون والرام الصغار السن ممكن يتحط حمسة عشر لعشرين يون اما البق اللي هو الميل جوت ممكن يعمل ميتينج او سيرفس اللي ميت جوت او شي جوت في الموسم طيب متعودين دايما في كل كفاصيلة بناخد common use the term او common use the name او اسمها الشائعة هنقول ان هو الزكر النام اسمه رام الفيميل اسمها يو الابن بتاعهم الصغير اسمه لام اما زكر الماعز اسمه بق والصغير اسمها الشيب جوت او سوري الفيميل اسمها الشيب جوت والابن الصغير اسمه كد تاني تاني يو ولام لام شيب جوت بق كد اشتركوا في القناة 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 وهي الفلاحي اللي هما جدا في الفلاحي ان هو ديل بتاعها طويل معدي منطقة الهوك اما السوداني اقرب لشكل المأزع معلش صوف تقريبا خالص هو الوبر بتاعه قليل والديل بتاعه وصل للارض معايا هذه التيل وصل للارض التيل معدي الهوك اشتركوا في القناة 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 الوقت تاني نرجع بسرعة من البداية خالص عرفنا بالرب الشيب ليه وعرفنا الاسماء الشائعة بتاعة الشيب وعرفنا الفصائل الاجنبية والفصائل المصرية وعرفنا الاجوب بيو بارتي والاجوب بيو بارتي وماتيوريتي وعرفنا البيدينج السيزون امتا وبعمل تلقيح او تزاوج امتا طيب ايه هي المميزات طبعا انت فاكرها ان شاء الله تقريبا ماشي وعرفنا ايه هي البركوشن اهم حاجة البركوشن ان انا اليو دي اعمل لها شيرنج واعمل لها ديبنج واعمل للرامة اقطعت الكلاوز طب ليه بعمل تريمينج الكلاوز هو الرامة عنده كلاوز ولا هو تمام واعمل للرام هديله علاقة عليكة كويسة عشان او اكسرصايز عشان يقدر يعمل ميتنج اثناء مسم التزاوج في حاجة اسمها الفلاشنج اللي هو الدفع الغذائي ما معنى بالفلاشنج فلاشنج قالك اسبوعين قبل التزاوج او اثناء التزاوج هتدي الام يا اما اليو دي تطلحها المرعة كويس جدا يا اما تديها نص او تلت تربع راطل من الحبوب يوميا ليه بعمل كده عشان ازود نسبة التوائم او ازود نسبة التوائم المعروف ان صح المعزة او الشي جوت ممكن تخلف واحد او اثنين او تلت او في بعض المعز بتخلف اربعة طب بالنسبة اليو ممكن نفس الكلام تخلف واحد اثنين او تلاتة او اربعة من السلوب الغذائي انت هتعمل قبلة مسم التزاوج ده بيزود لك نسبة التوائم بالبادي كده او الفلاح هيقول لك ايه هيقول لك انا بعلق بعلق للغنم بتاعي خلي بالك من اللفظ ده عشان ان شاء الله بعد ما تكبر كده باذن الله تقول لك بعلق للغنم بتاعي ما تفهمش ان هو بيربوتهم يعني او 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 بيعلقهم على الفرجة معايا الحاجة ده بعد كده الميتينج اللي يهم ان انا بتاعي راجل بتاعي بانا مجمنت ان الساينس او هيت او الساينس او استرس في الجوت ممكن انه حد ما سحل ليه عشان ما فيش فاتثين اما بالنسبة لليو الهيت او تحديد الهيت في اليو اما هي بصعب بدرجة كبيرة فيفضل احط معاهم الرام اثناء موسم التزاوج هو الرام ده او الميل بالبادي بيقول لك بيخلي الاسترس بتيجي بسرعة ليه الحاجات فيسروجية وان الرام هيعمل المونتينج كتير فيعمل للحاجات الفيسروجية للفيميل نفسها بالبلدي تفلاح بيقول لك بحط معاهم خلفان عشان تسخن النعاج خلاص ماشو الحمد الله تمت التزاوج ما بين الميل والفيميل حصل بريجنانت وهي الساينس او بريجنانس فاكرين الساينس او بريجنانس او مير ولا فاكرين حاج المدة البريجنانس هي حوالية قريبا مية وخمسين يوم في اليو وتقريبا مية وخمسين يوم في الجوت شايفين الرينج من مئة واربعين مئة وستين يوم في اليو الفيريشن ده عشان التزواهات المختلفة في اليو تمام؟ الثانس و بري经انسي قلناها ان الحاجمة هيزيد والاسترس المشاتيكي والبطن هيزيد والاكل rosi طب ازاي عمل دائجنوزي في البريجنانسي فاكرين Had пос Second, Mere فاكرين فاكر طح يا مصر الديجنوز البريجنانسي بتاع السمور الرومنانت هنعتمد اعتمد اساسي هنفعل اكتر بلبيشن في السمور الرومنانت بناء كريمة كارب هتعتمد اعتمد اساسي على حجم البطن والغنامة بيحطوا ايدهم تحت البطن ويعرفوا البريجنانسي ولا لا وانتك الكتور بيطري ممكن تعرفها كده او تعرفها بالسونار اللي هو الشاعن دو عمره 45 يوم من الفيتس كلمة بتاعتنا هن ماناجمنت دورينج بريجنانسي عندك يوم بريجنانت تعمل معه ماناجمنت ازاي وخلي بالك في بعض الاختلافات المهمة جدا عن المير قالك في خلال اخر 6 اسابيع من الجيستيشن اللي هو اخر شهر اخر شهر ونص او بمعن اصح التلت الاخير من الحاملة هتزود معدل التغزي من مقدار 50% قيمة و 50% حاج ارجع بدماغك كده الورا وانا في المير ايه هنزود قيمة بس طب ليه لكن المير ديفيوز بلاسينتا ولكن السمور رومانانت هنقل بلاسينتا في الرومانت السمور رومانانت ايه اخطوها في التشريح وانا عرف انك علماء في التشريح فهسيبك تعرفه حاجة ثانية ان هناك البرجنانت يفضل الشغل يقل هنا البرجنانت تعمل اكسرسيز لمدة ساعتين على اقل سوري تعمل من اكسرسيز مش اكتر من 2 كيلو كله وما تحميها من ال وما تقرب من المسمد الوضع او عرفت ان هي بريجنانت تقربت تضع تحطه في الامنجبين هناك الامنجبين هناك الامنجبين وبالنسبة للشيب لامنجبين وبالنسبة للجود قبل الوضع يفضل تعمل شيرينج للامنجبين عشان تشيل السوف وخصوصا في المناطق القريبة هل انت تعملها شيرينج او معنا صح هتعملها تشيل السوف كله في الزهاب البلدي عشان الابن الصغير ده مش لسه مش عارف القدر فيه ما يقعدش يعمل ساكلينج للسوف خلي بالك لو سئلتك انت مصري هتقول ايه لو سئلتك المانجبينت اوف يو ديورينج بريجنانسي المانجبينت اوف مير ديورينج بريجنانسي في بعض الاختلافات خلي بالك منها اللي هي ايه برافو طيب بعد ما ولدت هنعمل ايه في مانجبينت الام وفي مانجبينت الابن مانجبينت الابن طبع انتو عارفينه هنقطع اللامبليك الكورد مش الاسبين الكورد بعد خمسة سنتي ونحط تنك شرق ايودين ونخلي الام تعمله لكينج وهيقف خلال نص ساعة لغاية ما يروح يرضى مانجبينت الام اما الام يفضل نداشوة مية فاتريين ويفضل بمية دافية وانتي سيبتيك سوليوشن او مطهر ونمسح القذر با كانت الدم ممكن دي برده تعملها للمير معايا كبير معايا دكاترة سواء انسات او اولاد اضع لفظ دكتور يطلق على الزكرة والانسة لكي في بعض الناس زالت ان انا بكلم صفة الميل لا دلوقتي اننا بجنب دول المتحضرة والبنت زي الولد مش كمالية عدد طيب الحمد لله شايفين اللامب الصغير الجميل ده هنأخذك صورة سيلفي فبصوا عليهم او ازاي اربي اللامب الصغير الحاجة بعد كده اللي يهمني انا بتاع راجل بتاع بانا مجمنت ان في الجوت ممكن نحدد ما سحل ليه؟ عشان مفيش فاتيتين اما بالنسبة لليوم او تحديد الهيت في اليوم اما بصعب بدرجة كبيرة فيفضل احط معاهم الرام اثناء موسم التزاوج هو الرام ده او الميل بالبادي بيقولك بيخلي الاسترس بتيجي بسرعة ليه؟ الحاجات فيسيولوجية والرام هيعمل مونتنج كتير فهيعمل اكتيفيشن الحاجات الفيسيولوجية للفيمين نفسها بالبلادي تفلاح بيقولك بحط معاهم خلفان عشان تسخن النعاج خلاص؟ ماشو طب لو ارضع لو امه ماتت او عندها مشاكل في القدر او عندها مستيتس او عندها مشاكل او لبن بتاع جليل هارضعوا كاو ملك اربع اجزائه من لبن الكاو لبن اوقار وقلنا الليلة بن اوقار مش لبن جاموس وقلنا لازم البقرش دي توبه فري فروم تيبركلين او تيبي او ما عندهاش مرض السل اخط عليه ليم ووطر ووطر او ليم ايما مية ايما مأجير واضف عليه بعض السكر طيب بحطه في الوبرونة وردع السعير بس لازم الخلطة دي توبه في درجة حراط الحيوان هناك قلنا درجة حراط سبعة ديتين لثمانية وتلاتين عشان درجة حراط الطبيعي بتعمين بتاع الفول حينها يبقى ليوصل من تساعة ديتين لعربعين وهردعه ازاي ترضعه بقى بالبادي كده الاسبوع الاول كل ثلاث ساعات الاسبوع الثاني كل خمس ساعات بعد ما عد الاسبوع الثاني قلنا هيبدأ هو كده كده يقطط او يبدأ يشم في الحشايش وممكن يبدأ اياكل هاتات اسابيع هردعه مرتين بس وبعد كده بعمل الوينينج عند عمر زي ما قلنا هناك 12-14 اللي هم تقريبا 3-4 منص اما في الكنز الصغير 6-8 ويك اللي هم تقريبا كان شهر ونص لاثنين طيب لو انا عايز ربي الحيوانات دي للبريدنج او لو انا عايز ربي الحيوانات دي للتاج اللحم ممكن اعملها كاستريشان كون عارفين كاستريشان يعني عند عمر واحد تات اسابيع مش قابل تات اسابيع ومش اه مش اه في خفال الفترة دي عشان الحيوان بالفعل يبخد اه فايدة التستسترون البسيط الموجود في الجسم عشان يكون العضل يكون البون او يكون العضلات بتاعته طيب شايفين الارتفيشال فيزيك في الارتفيشال فيدنج البوكت بزازة ومحطوطة في الديكلاين بوزيشن ودي جادل وممكن انشاءه اكتر من واحدة بعض يعني ممكن تردع فرداني او ممكن تردع مجموعة تمام؟ كمية اللبن اللي موجودة من جوه اللي انت الخلطة اللي عملتها بدرجة الحرارة المعاينة بتاعت الجسم توقف على وزن الحيوان ان شاء الله والحاجة التانية يتخليها بالديكلاين الاعلى من الحيوان في بعض الناس بتفضل الديكلاين ده او تبع العمر الخروف كل ما يكبر كل ما نعليه بس يفضل يكون فيه بمعنى ان الببرونا دي مش مفتوح ان هو يضغط على تنزل لابن لازم تكون شديدة شوية عشان يحصل يحس ان هو بيعمل رضاعة ما حاجتين هو يفرح والحاجة التانية اللي بحصل لهش حاجة اسمها او ما يحصل لهش ان اللي بلنزل على طول فيشن اتمنى يكون فيتك ببعض النقاط البسيطة دي فيه عجلة المحاضرة في ابسط صورها اسمحها اجراها من الكتاب اعلم نفسك تجرى كتير عشان في الامتحان تفتكر كليل اللي بينك ان انت اخويا ولا عمر ما هضرك بس الفكرة كلها بلا السؤال حيجي ازاي الامتحان بلا السؤال من ذلك من الكتاب المذكرة دكتور ما هو الكتاب هو المذكرة من ذلك من الكتاب المبوربوين هي معلومة علمية بنحاول نوصلها لك معلش الظروف جات عليك وجات علينا بقدر المستطاع بنحاول نوصل لأفضل حاجة وعلى الله التوفيق في اي تساؤل معكم على الفيس وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته